من ما وقت ما سمعت السيد الرئيس وهو يتحدث إلى الحكومة وأنا مدين برسالة إلى كل زملاء الإعلامين تحدث الرئيس ووجه خطابه إلى السادة الوزراء وقال كلموا الناس اشرحوا للناس وده كان النداء اللي الإعلام بيقولوا دايما كلموا الناس واشرحوا للناس ولما تفهموا الناس كويس هتلاقوا الناس معاكم ده اللي قالوا رئيس الجمهورية وده اللي قالوا الإعلام برضو وبالتالي أصبح دلوقتي من حق الإعلام أن يعرف من حق الإعلام أن يفهم من حق الإعلام أن يسأل ده أمر لن نناقشه سنة عشرين واربعة وعشرين وأكد عليه رئيس الجمهورية يمكن لو كنا قلناك كلمتين دول قبل تأكيد رئيس الدولة نوزع له من نحن لكن هي الحقيقة أنه ده فعلا حق وده صالح المجتمع أن المجتمع يفهم اللي يعمل كده هي الدولة القوية الدولة اللي مش خايفة من حاجة اللي هدفها صالح المواطن وده اللي الرئيس قاله قال خدوا الناس معاكم فهموا الناس أنا بقول لحضراتكم كتير من الأمور اللي معمول فيها مجهود جبار من الدولة واللي معمول فيها شغل رائع اللي لم يسمع عنها أو يراها الإعلام تقريبا إحنا هضرنا أربعين في المية من هذه المشاريع لازم الإعلام يعرف لازم الإعلام يبقى عنده كل البيانات لازم الإعلام يبقى عنده الصورة كاملة من غير الإعلام مش هتوصل للشارع مصداقية الحكومات تختلف عن مصداقية الإعلام بالنسبة للشارع المصري إحنا لتنين سواء الإعلام أو الحكومة دورنا وهدفنا واحد هو خدمة المواطن المصري فلذلك أنا أعتبر أن توجيه السيد الرئيس لكل المسؤولين في الحكومة بالحديث إلى الشارع المصري أمر لابد أن لا يقف ويستمر وفي كل درجات الدولة يعني رئيس الحكومة يتحدث والمحافظ يتحدث برضو للمحافظة ده مطلوب جدا ورئيس الوحدة المحلية يتكلم ورئيس المدينة يتكلم ما هي الفكرة واحدة يعني من أول رئيس الوزراء عندما يتحدث عن السياسات الكبرى إذا رئيس المدينة الصغير إحنا بنعمل كذا والصرف السحة يبقى كذا ومعليش هنعطلكه في كذا ده مطلوب جدا رسالة الرئيس لا يجب أن تقتصر عن الحكومة فقط لكن لازم تنزل لكل طبقات الدولة كل وزير يكلم رؤوساء القطاعات اللي عنده وكلاء الوزارة اللي بتعاملوا مع الجمهور فاهم الناس كل محافظ يجيب الناس اللي عنده ويفهمهم أعودوا مع الناس فهموهم وهكذا وده أمر في غاية الأهمية أتمنى أن يلتزم الجميع بما قاله السيد رئيس الجمهورية وأنا بقول لحضراتكم يعني من واقع تجربة شخصية أنا أعمل في الإعلام وأعمل مستشارا في هيئة خناة السويس لما كنت بشوف حجم المجهود اللي بتعمل والعمل اللي بتعمل وشغل وتعب ناس واحترافية وكلام كبير جدا وأنا كنت داخل بقى بطاقة الإعلام اللي هو بيشوف بقى وإيه فيه غلط إيه مش عاف إيه وتلاقيها حكومة وفيه مش عاف إيه لا لا أنا ملقيتش كده وعلى فكرة أنا لو لقيت بطل عقول والناس عارف عني كده طب ليه الشارع أحيانا بيأخذوا الأمور في عمومها لأنه فيه حلقة في النص اسمها الإعلام لو ما عندوش المعلومة الشارع مش هيعرف فلما قمت بالدورين دول قدرت تعرف فين المشكلة المشكلة أن يبقى عندك تواصل دائم مع الإعلام ما فيش خوف من الإعلام بتطلع تقوله كل حاجة بتقوله خطوة بخطوة أنت بتعمل إيه وفي نفس الوقت لا تنكر الواقع فلما تلاقي عندك مشروعات ضخمة وإنتك ضخم ومواضيع كبيرة وأنا كنت بشوف ده بقى بحكم عملي فكنت بشوفه باعتباري جزء منه لو كنت لقيت فيه أي نوع من أنواع التراخي أو السلبية أو حاجة كنت برضو هطلع أقول لكن لا أنا وجدت جدية ووجدت مشروعات كبيرة وفلوس كتيرة بتتصرف عشان بنية تحتية لعشرين سنة جاية فكنت بقول يا ترى زملائي يعرفوا الكلام ده ولا لا عشان يطلعوا يقولوه برضو هنا بقى كنت بلعب دور ممثل عن هيئة حكومية كبيرة جدا ومنضبطة جدا فكان كانت دور وكانت تكليف ساعتها برضو من قيادة هيئة قناة السويس تعالوا نفاهم الناس تعالوا نشوف الناس الإعلاميين نقولهم وهاتوهم ونقع معهم ونتكلم وده حقهم هو ده هو ده مشكلة الرأي العام في مصر لو حطينا إيدنا عليها مشاكل كتير أو هي تنتهي ليه؟ لأنه اللي فوق صالح اللي فوق صالح وحجم العمل كبير دي شهادة بقى هنقولها النهار ده ونقولها كمان خمسين سنة وربنا يحاسبنا على الكلام ده حجم العمل كبير هتقول لي طب محجم العمل كبير ما أنا عايز مرتبة بخمسين ألف جنيه وعايز مش عرف ايه وعايزي منين بقى يعني الواقع فين؟ الواقع اللي بيحكم البلد شكله ايه؟ لازم يتشرح للناس وبيلا مجاملة محدش فينا من عشر سنين ولا من اتناشر سنة فتح الخزنة بتاعت بصر لقى فيها خمسمية مليار دولار في واقع عشان تبني محتاج طوب واسمنت ووقت وعمالة عشان تعمل البناء اللي انت عايزوا دي اسمها معطيات الواقع عشان تحقق اصدهار لمجتمعك محتاج يبقى عندك دخل كبير محتاج يبقى عندك زيادة سكانية محتاج يبقى عندك استقرار في المنطقة اللي انت فيها دي امور واقعية يعني ما حدش ينفع يجامل فيها حد فلذلك شرح الواقع من اعظم الرسائل الاعلامية التي استفاد منها الاعلام واستفاد منها الشارع المصري ما وجهه الرئيس السيسي الى الحكومة في الاجتماع الاخير اشتركوا في القناة